ومن عمان ينضم إلينا حسام عيش الخبير الاقتصادي سيد حسام ما حجم المساهمة التي يمكن أن تقدم هذه المبادرة لمساعدة المحتاجين مما لا شك في أن هذه المبادرة إيجابية لكن هذا يعتمد على طريقة التوزيع أعداد المشاركين فيها قدراتها اللوجستية لكنها ربما تحصر عملها في المدن الرئيسية وعمان على وجه التحديد فيما يوجد لدينا أكثر من 32 بؤرة فقر في الأردن ونسبة الفقر رسميا 20% وهناك فقراء عابرين حوالي 18.5% ما يعني أن ما يقارب من 40% من سكان الأردن يعيشون ضمن منطق الفقر أو يخرجون أو يدخلون فيه هذا يستدعي الحقيقة تعاملا أكثر أكبر حجما وأكثر انتشارا من أجل إيصال مثل هذا الفائض من الطعام لفقراء كتر في المملكة يحتاجون إليه بما في ذلك السوريون الموجودون في الأردن نعم سيد حسامي يعني لو تحدثنا عن المساهمة ليس مجرد من الفنادق ولكن هل يمكن تعميم هذه التجربة فهناك حديث على أن فائض الطعام من المنازل في المنطقة العربية وفي بعض الدول تحديدا يفوق كثيرا دول أغنى كثيرا من الدول في المنطقة العربية أكيد يعني ثلث يعني الطعام الجذائي العالمي يهدر خمسين في المئة من المحاصيل الجذائية تهدر قبل الوصول إلى المستهلكين خمسمية وخمسين مليار متر مكعمل المياه تهدر على محاصيل يعني لا تصل إلى مستهلكيها وبالتالي فنحن تحدث عن تريليون دولار من الهدر أو ما يقارب ذلك هذه أرقام مخيفة فعندما نأتي إلى الأردن اعتقادي أن الهدر أيضا كبير إذا كان معدل إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام والشراب يعني يتراوح بين 35 إلى 40% فمعنى ذلك ومعدل إنفاقها يقارب العشرة آلاف ومتين وواحد وخمسين دينار أن ما يقارب الأربع تلاف دينار ينفق على الطعام والشراب فإذا كان الهدر منها 10% أو لنقل 5% فإن إجمال هذا الهدر بالنتيجة النهائية يقدر بين 350 إلى 400 مليون دينار وهو يفوق ما كانت تسعى إليه الحكومة الأردنية من زيادة في الضرائب والرسوم أدت إلى خروج الناس إلى الشارع بمعنى أن لو نظمنا عملية الاستفادة من هذا الهدر وخاصة أن 70% من المخلفات في الأردن هي طعام وأن 30% من الأغذي في الفنادق والمنازل تذهب هدرا ما يعني أن الكميات المهدورة كبيرة لدرجة أنها تكفي من يحتاج إلى هذا الهدر وربما يمكن تنزيعه على مناطق أخرى هل هي مشكلة السلوك أم هي عادات؟ الحقيقة أنه إذا أخذنا في آخر تقرير لمجلة اسمها الإيكونوميكس وتتحدث عن أربع دول كبرى عالمية في هدر الطعام نسبة إلى الفرد إسلامي السعودية 427 كيلو جرام إلى الفرد الإمارات 197 كيلو جرام إلى الفرد تركيا 183 كيلو جرام إلى الفرد وإندونيسيا 300 كيلو جرام إلى الفرد وبالتالي فإن الهدر أصبح وكأنه سلوك أكثر منه يعني محاولة لاستيعاب معنى أن نهدر الطعام خاصة وأنه تحول في بعض المجتمعات إلى تطبيق ذكي على الهواتف الخلوية حصول عليه وتحول في بعض المجتمعات العربي وحتى العالمي من ضرورة إلى متعة وبالتالي قلت هذه العلاقة الإيجابية بين الطعام وبين مستهلكي الأمر الذي أدى ويؤدي إلى هذا الكميات الهائلة من هدر الطعام وهناك ما يقارب 815 مليون جائع في العالم وبالتالي كثرة هذا الهدر لو أخذناها بصورتها الإجمالية ستؤدي مستقبلا إلى مزيد من الاحتباس الحراري وإلى التصحر وإلى حتى تراجع الأراضي التي يمكن استخدامها للزراعة لأسباب تتعلق بخروج غاز الميثان خاصة من مخلفات الطعام والذي يؤثر على زيادة الاحتباس الحراري شكرا سيد حسام عائش الخبيل الاقتصادي كنت معنا من عمان اشتركوا في القناة